صلى عناب أختي وتعالي نغير مفهومنا للكفتة تعال أختي نص كيلو لحمة حمرة والدهن فيها عالي ومهم يكون الدهن فيها عالي وبصلية كبيرة منزوعة من الميا ونخلي بالنا احنا هنحتاج الميا دي تاني الميا بتاعت البصل دي مش هتترمي هنحط البصل المتصفي ومعلقتين توم مفروم وملح وفلفل فقط ممنوع بهرات تانية غير الملح والفلفل بعد كده البقدونس منتقطع ونقلب كل الكلام ده ببعضه ونمكسه ببعضه وده مية البصل قلت لكم هنحتاجوها هنبشر عليها طماط ماية وهنكسر عليها بيضة ركز اخواتي لان الوصفة دي جمدة جدا اكسم بالله معلقت فلفل اسود على الخليط ده كله ونضربه جامد جدا لغاية لما يدخل في بعضه ونصبع الكفتة او نكوارها على حسب ما انت عايز انا صبعتها بعد ما صبعتها رميتها في الدقيق وبعد الدقيق رميتها في الخليط اللي احنا عملناها وبعد كده رجعتها للدقيق تاني اكسم بالله روعة ونروح نقليها في زيت غزير سخني جدا واول ما تنزل نوط عليها النار وباسم الله ما شاء الله وصفة جمدة جدا والطماطم تحت الدقيق تحت البصل عاملة تستعالي قوي ومقرمشة جدا نختي وتنفع مع طبق مكارونا اخواتي وحبايبي بتمنى دايما ان الحاجة تعجبكم يلا اخواتي نصلى على النبي في الكممنتات وندوس لايك ونعمل حركة الاكسبلور نجوع عليك اختي ما تدس لك اختي بقى